ورد في الأحاديث الشريفة مكرراً النصيحة لأئمة المسلمين أئمة المسلمين على أقسام ثلاثة القسم الأول هو الإمام المعصوم المنصوص عليه من قبل الله عز وجل كرسول الله وخلفائه الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليه وعليهم أجمعين هذا القسم من الإمام هذا بالتخصص على الاصطلاح العلمي خارج عن هذه الأحاديث الشريفة لأنه غير محتاج إلى نصيحة غيره فالأصمة التي تمتع بها الإمام المعصوم بفضل الله عز وجل عليه هذه الأصمة تعصمه وتصونه من أي خطأ أو اشتباه عمدياً أو غير عمدياً ولذا لم مورد للنصيحة من المسلمين